سك من الغفراء وفيض حكمته رمضان والقرآن أنهار رحمته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم عجل وليك الفرج وجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم وصيامكم وسائر عباداتكم تحدثنا أنه إذا أردنا أن نقوي علاقتنا بإمام زماننا هناك عوامل عديدة من العوامل التي تحدثنا عنها أنه الالتفات إلى كيف إلى أنه كيف ينظر صاحب العصر والزمان لنا وقلنا أنه النظر الأولى التي ينظرها إمام زماننا لشيعته لنا هي نظرة المحبة والشوق وذكرنا الأحاديث في هذا الصدد وقلنا أن الأئمة يحبون شيعتهم حبا كبيرا ويشتاقون لهم شوقا عظيما ويتألمون لفراقهم وقلنا أن هذا الحب من الإمام المعصوم لشيعته يختلف باختلاف شيعته وهو قابل للزيادة وقابل للنقصان وقابل للإضمحلال لا سمح الله ما الأمر الذي يجعل الإمام يزداد حبا لي ولشيعته وما الأمر الذي يجعل الإمام يقل حبه أو لا سمح الله يضمحل حبه لنا لا شك أنه أهل البيت عليهم السلام لا يحبون لأجل الانتماء القومي مثلا أو العرقي أو لأجل أي أمر آخر إنما حبهم هو في الله ولله طبيعة حب أهل البيت أهل البيت لا يحبون أحدا لأنه من أرحامهم فقط أو لأنه مثلا جيرانهم فقط أهل البيت يحبون في الله ويبغضون في الله فمن الطبيعي أنه إذا الإنسان أراد أن ينال حب أهل البيت عليهم السلام له وإمام الزمان بالخصوص له لا بد أن يقترب من الله كل ما يقترب من الله الإمام سوف يحبه أكثر ونفس الروايات التي دلت على محبة الإمام لشيعته يا نفسه تؤكد على هذا الأمر خرجت أنا وأبي إمام الصادق خرج هو وأبوه إمام الباقر عليه السلام حتى إذا كنا بين القبر والمنبر في المدينة في مسجد النبي بين قبر النبي ومنبره إذا هو بأناس من الشيعة شاف زوار من الشيعة فسلم عليهم ثم قال إني والله لأحب رياحكم وأرواحكم فأعينوني لاحظوا قلت أنا والله أحبكم فأعينوني يحلف الإمام والله والله لأحبكم فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد إذن الورع والاجتهاد يقوي هذه المحبة يقولون أنا أحبكم ولكنوا أعينوني حتى أنا أبقى أحبكم حتى أزداد حبا لكم أعينوني على ذلك على حبي لكم يعني بورع واجتهاد واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهاد ومن ائتم منكم بعبدين فليعمل بعمله لاحظ أن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهاد يعني صحيح أنت الآن موالي شيعي وعليه أنا أحبك الإمام يقول لك أنا أحبك والله أنا أحبك ولكن هذه الولاية وهذه المحبة لا تبقى إلا بالورع والاجتهاد لذلك لا يوجد ورع والاجتهاد وممكن تزهود لا سمح الله فبالنتيجة أي فعل يقربوني إلى الله هو سوف يقربوني إلى الإمام المعصوم أيضا شيء طبيعي وأي فعل يبعدني عن الله عن الله عز وجل سوف يبعدني عن المعصوم الإمام عليه السلام كالأب الأب دائما يحب أولاده صعب جدا تجد فالأب لا يحب أولاده الإمام بالنسبة لشيعته كالأب لأولاده هو يحب شيعته ولكن يختلف هناك ابن يؤذي أباه يعصي أباه طبيعي هذه المحبة سوف تقل هناك ابن يطيع أباه يحسن إلى أبيه سوف محبة الأب تكون أكثر هذا أمر طبيعي جدا وهذه الأذية لا سمح الله من قبل الإبن إذا ازدادت وازدادت وازدادت وصار فيها عدوان على باقي أخوته وصار فيها طغيان وتمرد ممكن تضمح لتنتهي هذه المحبة وقد ذكرنا في كلام سابق أن ولاية أهل البيت التشيع ممكن يزول بسبب المعاصي الله يسلب الإيمان من هذا الشيعي قلنا أن الإيمان مستقر ومستودع وقلنا أن الله تعالى قال في كتابه ثم كان عقبة الذين أساءوا السؤال كذبوا بآيات الله السيئات نتيجة أنه يكذب بآيات الله منهم آيات الله ومحمد وآل بيتي محمد صلوات الله وسلامه عليه ولكن إذا أردنا أنه الإنسان أراد أن يكون محبوبا مقربا لإمام زمانه إنه هذه المحبة الخاصة يرتفع ويرتقي في قلب إمام زمانه من الجيد جدا أنه الإنسان ينظر إلى أهل البيت عليه السلام وكان عندهم أصحاب كان عندهم أصحاب خواص فيتعلم منهم يعتبر منهم أنه هؤلاء الأصحاب الخواص حول أهل البيت عليه السلام كيف وصلوا إلى هذه المرتبة الخاصة وإلى هذه المحبة العالية عند أمته يقرأ التاريخ يقرأ سيرتهم يرى أنه بماذا وصل هؤلاء الأصحاب إلى هذه المنزلة في قلب الإمام عليه السلام طبعا النماذج والأمثلة كثيرة أدعوكم إلى تفحص والقراءة والمطالعة والبحث عنها لكل ما تقرأ أكثر في هكذا أمور أنت سوف يستنير قلبك أكثر تعلم أكثر كنموذج نأخذ مثلا المفضل بن عمر مفضل بن عمر من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ولعله بعده أيضا أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام مفضل بن عمر عليه السلام رضوان الله تعالى عليه يقول عنه الإمام الصادق عليه السلام قال رحمه الله لكن حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة أتياني فشتماه عندي مام الصادق يقول هؤلاء الشخصين هؤلاء الشخصين جاءوا إلى الإمام وشتما المفضل بن عمر في محضر الإمام فالإمام قال قلت لهما لا تفعل فإني أهواه لاحظ هذا المنزل عند الإمام قل أنا أحب هذا المفضل بن عمر لا تذكراه بسوء في محضره فلم يقبله عجيب يدعيان أنهما من الشيعة ويصران على سب المفضل بن عمر وشتمه والإمام يقول لهم أنا أهواه أحبه لا تفعل فسألتهما فلم يقبل فسألتهما وأخبرتهما أن الكف عنه حاجتي يعني الخاطر لأجلي لا تسبى هذا الشخص فلم يفعله ماذا يقول الإمام قل فلا غفر الله لهما أما إني لو كرمت عليهما لو كنت عندي كرامة عندهما لو كانوا يقدروني لكرم عليهما من يكرم عليه لو كانوا يحبوني لأحبوا من أنا أحب لو يحترموني لأحترموا الشخص اللي أنا أحترمه لو كان إدي كرامة عندهم ماذا يعبّ عنهما لا غفر الله لهما هذه الرواية تبين أنه الإنسان ممكن في أذيته لإخوانه شخص أنت تأذيت تعتدي عليه لعله يكون هذا الشخص محبوب عند إمام الزماني عجل الله تعالى فرجه الشريف فإذا تصر على ذلك فتنال هذه المرتبة السيئة والعياذ بالله أنه يقول الإمام في حقه لا غفر الله لهما بعد روى الشيخ المفيد بسند صحيح عن عبد الله ابن الفضل الهاشمي هذا عبد الله يقول كنت عند الصادق جعفر ابن محمد عليهما السلام إذ دخل المفضل ابن عمر شوف مقام المفضل ابن عمر عند الإمام الصادق فلما بصر به ضحك إليه ثم قال إلي يا مفضل فوربي إني لأحبك وأحب من يحبك يا مفضل لو عرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان تشير أولا إلى حب الإمام العظيم لهذه الشخصية وتشير إلى سبب هذا الحب وهو المعرفة المعرفة كما قلنا أن الإمام يشعر بغربة بين الذين لا يعرفون قدره عندما يأتي شخص ويعرف قدر الإمام يعرف حقيقة الإمام يعني سبيل لاحظ أبسط من ذلك أنت إذا كنت غريبا في مكان لا يجدون اللغة العربية مثلا فإذا وجدت شخصا يعرف ما تعرف من اللغة العربية هي أمر بسيط جدا تأناس بي فكيف أنه شخص يعرف هذه الحقائق شخص يعرف من أنت يعرف مذهبك يعرف أهلك يعرف كذا أكثر تأناس بي المفضل بن عمر يقول لو عرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف أثنان ليس هناك خلاف بين الأصحاب إذن خصوصية المفضل بن عمر أنه عندما فد معرفة خاصة لذلك الإمام كان يقدر لذلك الشيعي لا بد أن يحاول يحصل معرفة حتى يكون أقرب إلى إمام زمانه شخصية أخرى أيضا عظيمة جدا هي هشام بن الحكم أيضا كان في زمن الإمام الصادق عليه السلام إمام الصادق كان يفرح كثيرا بمواقف هشام بن الحكم هشام بن الحكم شخصية متخصصة في علم الكلام في علم الإمامة كان يناقش علماء المذاهب الأخرى يناقش المنحرفين يناقش الزنادق وليس هو فقط مجموعة من تلاميذ الإمام الصادق كانوا يناقشون المخالفين أصحاب الشبهات أصحاب البدع والريب الذين يظلوا الناس الإمام كان يفرح كثيرا بمناقشات ما هناك رواية تذكر أنه جاء شامي إلى الإمام الصادق فطلب أن يناظره لاحظ يتكلم بلحن مرتفع يريد أن يناظر الإمام فقال له فيما تريد أن تناظرني قال أن ناظرك في القرآن فقال له ناظر حمران حمران بن أعين قال له الشامي إنما أريدك أنت لا حمران أنا ناقشك أنت مباشرة أناظرك أني ناظر الإمام فقال له الإمام إن غلبت حمران فقد غلبت فأجاب حمران عن جميع الأسائل ناظر حمران جاب أسكته تماما ثم بعد ذلك هذا الشامي قال يعني استحى غير الموضوع قال أول أن ناظرك أن ناظر لاحظ أول أنه يناظر في اللغة العربية قال له ناظر أبان أبان من تغلب فناظره أبان وغلبه بعد ذلك أراد الشامي أن يناظر الإمام في الفقه فأمر الإمام زرارة زرارة فقه أمر الإمام زرارة قال ناظره فغلبه أيضا غلب الشامي مرة ثالثة بعد ذلك غير الموضوع قال أناظرك في علم الكلام فأمر الإمام مؤمن الطاق فأيضا ناظره وغلبه ثم بعد ذلك قال أول أن أناظر في مسألة الاستطاعة فأمر الإمام الطيار فناظره وغلبه بعد ذلك الشامي اختلف لحنة بالكلام بعد أن أحرج هذه الإحراجات الكبيرة قال أريد أن أكلمك في التوحيد بعد ما قال أناظرك أريد أن أكلمك في التوحيد فقال الهشام بن سالم كلمه فغلبه هشام أيضا بعد ذلك قال الشامي أريد أن أتكلم في الإمامة فقال الإمام لهشام بن الحكم قال كلمه فأفحمه أشد أفحم وما ترك له مهربا كان هشام شديدا عبئي يعني كان كلامه قاطعا لكلام ذلك الشامي الرواية تقول أن الإمام ضحك بقي يضحك الإمام حتى بدت نواجده فقال الشامي قال الشامي للإمام كأنك أردت أن تخبرني أن في شيعتك مثل هؤلاء لاحظ هذا المقام العظيم لهؤلاء الأصحاب أنهم بفعلهم هذا أدخلوا السرورة على قلب إمامهم وجعلوه يضحك ويسر ويفرح ويفتخر يفتخر أن في شيعته مثل هؤلاء زيد الإمام فقط اكتفى بهذا الافتخار الإمام معلم الإمام مربي مؤدب بدأ يبين لكل واحد من هؤلاء أخطائه ونقاط الضعف عنده أو أمام الشامي أمام الشامي حتى يكون هناك أمانة علمية وبيّن للشامي أنه هذا غلبك لأنه استعمل هذه الطريقة فلان غلبك لأنه يخلط حقا بباطل هذا لاحظ ليس فقط غرض الإمام أنه يغلب الخصم الإمام غرض أن يبين حقائق أن يهدي الناس فبعض الأحيان نجد أنه بعض الذين يدافعون عن العقيدة بعض الذين مثلا يناظرون العام أو غيرهم من المذاهب أو الأديان وإن كان يغلب وإن كان يفحم ولكن هذا ما مرضى عند الإمام الإمام يريد أن تغلبه بالحق فقيمها الأصحاب واحد وأحد الآن وصل إلى هشام بن الحكم ماذا قال له؟ قالوا أما هشام بن الحكم فتكلم بالحق من دون كل الأصحاب كل أصحاب انتقدهم قال هذه نقطة ضعف هذه نقطة إلا هشام قالوا أما هشام بن الحكم فتكلم بالحق فما سوغك ريقك يعني ما خلات تبلع ريقك من كثر قوة كلامه هشام ماذا كان طريقته؟ هشام كان طريقته علمية مؤدبة هادئة من دون جدل ومغالطات ولا يخلط حقا بباطل ولا يكون غرض فقط الإفحام وأنه يحرج الطرف المقابل لا كلام كلام علمي دقيق بالبراهين والأدلة ويتكلم بالوجدانيات والفطرة فلاحظ أنه رغم أنه مثلا بعض الأصحاب عنده صناعة جدلية قوية يفحم جوابه يكون كالسيف ولكن الإمام انتقده قال له هذا طريقته مو صحيح في رواية أخرى يقول له هشام مثلك فليكلم الناس هشام أصبح محط اعتماد للإمام لاحظ من الأمور التي تجعل الأب أو حتى الإمام يزداد حبا لشيعته أو لأبنائه أن يكون هذا الإبن أو هذا الشيعي محط اعتماد للإمام الإمام يعتمد عليه هشام ماذا فعل؟ قال له هذا الشامي بعد أنه أراد أنه يتوب أنه يهتدي قال له أنت ادرس عنده هشام انت فعب هشام اعتمد على هشام في تدريس هذا الشخص وفي أشخاص آخرين هشام سد ثغرة هناك روايات يتبين أنه لماذا كان هشام محبوبا هكذا عند الإمام المام الصادق يقول هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويده عند غيره على الدين بعد عن الإمام الجواد عليه السلام سئل أيضا عن هشام الحكم قال ما تقول فيه هشام الحكم قال قال الإمام الجواد رحمه الله ما كان أذبه في هذه الناحية عن هذه الناحية يعني عند غيره يذب عن دين أهل البيت يحامي عن أهل البيت الإنسان إذا صار عند غيره على دينه إذا كان عند غيره على أهل البيت غيرته على أهل البيت أكثر من غيرته على أمه وأبيه وعلى وطنه وعلى عشيرته وعلى أسرته هذا سوف يكون محبوبا عند الإمام سوف ينال منزلة خاصة يكون عندها غيرة ما يقبل واحد يطعن في دينه ما يقبل واحد يطعن في مذهبه في أمته وينتفض طبعا بالطرق المعقولة بالطرق التي تؤدي الغرض ينتفض للدفاع عن أهل بيته وعن مذهبه وعن دينه الحق أكثر من ما يدافع عن أمه وأبيه وأخته وأخيه وعشيرته وبنيه وغيره هذا ينال مرتبة عالية عند الإمام نسأل الله أن يوفقنا لأن نكون ممن يذب عن دين أهل البيت عليهم السلام والحمد لله رب العالمين سك من الغفر وفيض حكمته رمضان والقرآن أنهار رحمته ترجمة نانسي قنقر